مشاهدي قناة شفتي مرحبا بكم معنا في هذا البت المباشر مباشرة من الرباط تخليكم مع قضية لكنا دائما كنسمعوه بمثل يعني هاد الاحداث هذه اللي كتوقع في الاحياء الشعبية المجاورة لمدينة الرباط يعني مش حتى مدينة الرباط للأسف اننا ولينا الان في ارقى واعرق حي في مدينة الرباط حي رياض اللي تعرضت في هاد الشابة التي دائشانية من طرف السادية اللي بنات حسب قولها اللي كيشتغلوا في حمام تدليك او ما يصالح عليها بالسفا كتقول هاد الشابة هادي انها تعرضوا لها من قبل وقالوا لها ما سبقيش خدامة في الحمام اللي احدانا ولا غادي نتكرفسوا عليك مشارة تدير شكاية ديالها ومن بعد فاشلقواها باقي خدامة في واحد المحل او في واحد صالون اللي احداهم او حمام اللي احداهم تعرضوا لها حسب قولها وتعدىوا عليها وحتى اغمية عليها او فقدات الواعي دارت شهادة طبية اللي فيها 24 يوم ولكن كتقول بان مازالوا حتى شي حاجة حتى شي اجراء ما تأخذ في حقهم باقي ذاك البنات كي احرار باقي الخدامين باقي يشغلوا بالشكل طبيعي قلت ربما هاد التماطل هو اللي خلاهم انهم يوصلوا هاد الحالة هادي العنق ديالها ما كتقدرش تحركوا عندها فيه كذامات واللي كتطالب من الامن على انه ياخد لها الحق ديالها من بعد ما استنجدات بيهم شحال من مرة هنا نحاولوا انا نستمعوا ونعرفوا اش نوق عليها وعلاش خلا هاد البنات اللي كيشغلوا في هاد الحمام دي لتدليك او لا هاد السبا هادي يعرضوها او يسببو لها هاد الحالة هادي اللي اطلعنا على شهدات البيه فيها 24 يوم لكن ما شغل هي اللي تعرضت الثلاث دا كين ضحية اخرى اللي غنصوروا معها من بعد يعني حتى هي كتسكن في حي الرياض يعني هي صاحبة المحال اللي كتسكن تشتغل فيه هاد السيدة هادي ونحاولو غدا ان شاء الله انا نصوروا معها ونشوفو حتى هي شنوقع لها شنوقع السلام عليكم انا انا اه اه قال يوحد التي تدام بين الاسم المجرمين كنوا باغين يقتلوني استبي وهم استديد البنات كنت ادرت شيكاق قبل بالتهديد كانوا حدوني داروا لي غازوا اقف وجه وقالوا لي لازالك وجهك وقاش نشوفوك هناك وقاش نشوفوك قمارتك هنا صافي مشيت عند المادام قلت لها المادام أنا مخلوعة وكنت كام بكي قلت لها مادام أنا غدي نمشي في حالي قلت لي يا لاش قلت لي هارا هارا السيئة هارا البنات هادو كل البنات اللي خدمين في المحل الاخر هارا هدوني بالغزوة قلت لي يا ما يمكنش تخرجين تكترسقي الله لو يداتك أجد لي شيكاية قانون كاين في البلاد مشيت درت شيكاية ديالي عند البوليس مشيت بدوتي يقولوا لي وش مصيف طاق المادام قلت لي أنا ما يمكنش نمشي نحط الباطل على شي واحد كما كانش هاد الشي هذا واقع لي بقيت هكاك يعني شيكاية ديالي متخدش باعي الاعتبار بقيت هكاك حتى شوية بقيت هكاك بقيت هكاك هكاك كملي صافي الشيكاية ديالي متخدش باعي الاعتبار اه متخدش باعي الاعتبار بقيت شي ثلاثة الاسابيع تم باش تعجموا الياد المجرئين انها وتاني أنا يا جتس كلما هادو بيضربوك ثلاثة البنات شو كيف يديرو البنات كيخدمو في محال حدانة محال ديال كيقولو هم ديال الماساج كيقولو الماساج هم على قول هم هم على قول ديالهما ما تيقولو ديال الماساج ماذا؟ صافي صافي بقيت هكا جات واحد سيدة كنت بويت نصايب لها بوشنك بديت كنت نصايب لها ساليت لها البوشنك بويت نهدر مع الساقنة صديقة ديالي خرشة تلقيت مورا يتعجمو تبعوني ثلاثة جروني قالوا لي مع الهضرة لايك قولو لي قالوا يوش نفع كل بوليس دابا مع الهضرة لايك قولو لي صافي جروني صافي تلقى الهجوم ديال كل شي تير ضخفية تم قتل وعلي شكا لايك قولو لي غتشكا لها قلو على لي قد قلو على لوحلة صافي دا في الحرائق عندي في الرغم بساف كن حاسب عيني مكن شوف شبعته بزيان نقصة تشوف كنشوف باب بات مرة ضبابة والضار لي والضار في بسافلي والضارة بعد من الداخلية أصافح كانت قطالية التنفس تدروي أكسيجين أصافح الزيدة اللي تكلفت بيامس كينا دبحت المشكل مليدرت الشيكاية كانو كيهدوني دبحت بدارنا بوليدازي ها دبعت نيكلي خداري فرلمات ها بالأطفال ديالي من مورا الشيكاية هدوني بالأطفال ديالي قالوا لي مع القيوم شفو الدارك القيوم شفو دارك ومر رجعي وانا قلت خيفة عشان تخوف على التهديدات كيفما طبقوها التهديد هذا اي طبقوه تهديد آخر انا كان ناشد صاحب جلال الملك محمد الثالث وكان ناشد مدير الامن الوطني الحسي الحموشي ياخذ لي حقي ارا كان حسب الحكرة كان حسب الحكرة من حسب هذه البنات رجعت له وليات المجرمين انا امرا ما ترطي في الحياة ديالي انا معمري مدى بس معمري مقصوني شي واحد معمري مقاديت شي واحد ولا هم ولا ما يشيني على قصاب ولا نفسي دي محطمة وكن حسب الحكرة بالسف لدرجة ان ده بالمشكل من اللي مشيت للكوميسارية كان مشي واخد راحتها كيدورو البوليس هكك كيدورو بحقا في الكورسي تحيد ليهم واحد البوليسي حيد لي هالكورسي قصة تضر لي بالكورسي هككو كيدحكو واخد راحتهم برحة تامة هادشي هذا مثلا لا تزيد 24 يوم زمت صاك ايه بقيكي يا أخوة بقين الخدمة بقين خدامين هاد بقين خدامين خذت فالو فيكنت خدامين ايه انا دما كمشي السيدة تتبشي تشتح ولو مسكينة ما كنت ترزق لا بالصماء ضغط مايمكنش تبقى قلسها كتت كتشوفني هكام ريضا هاي بنت هل مقابلاني صافي وكتب شي غير تفتحك المحل وكتبقاهم باغين خدامين باغين واخدي راحتهم كل شي بحلي مكين شيء لم يكن قلت لك قلت لك قلت لي يا عزيزة قلت لي يا عزيزة لم تبقاش نشوفك هنا غازواغ 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 قلت لي يا عزيزة واجوك مقاش نشوفك هنا يعني هل يقول لك مقاش عندك الخوف مانتو مش عزيزة انا ملي مشي اددتش يكيب هاد القاضية قالوا لي يا وش مصيفتك المعدام كان كل يوم انا را مي مكاش نحط الباطل انا را بولي داتي جاي انترزق الله يا باطل الله انترزق الله ندرب سامار ونديها احلى لوليداتي ما يمكنش ينحط لوليداتي ندي الولادي حرام ولا نحط لاشي واحد الباطل وصلا بشي ايج مشات بشي قلل لمي يكن بحال ما عم مارين مشيت للكم ورسالتك الجهات المسؤولة والمعنية طبعا انا اخفين بان هذا بلد الامن والامان وانه اللي كانوا بعض الاشخاص كي غلطوا فكينه الخرين اللي كيف حفوا الماطر شنو ربما قلتي انه سبب اللي خلال وضع يتفاقمو اللي خلال يكون دحايا اخرين بنت السيدة التي تتخدم معها وستيدة ربما هو التماقل في التفعيل أو في الإجراءات ديالكم طبعا رجالات البلاد هذي اللي كيحدوا الشاد وفتشني رسالتك يعني الجهات الأورمانية أنا باتي أخذوا لي حقا من الدموج اليمين أنا ما يمكنش إسا بهم كلهم ضربة داخلية كناس بها الحراق بالزاب للصحة ديالي كناس بها صافي كز غادي نمشي كانوا غادي يقتلوني أنا بغت ناخد حقا من هاد المجريمين هادا كناش تغير بحقا بغت غير حقا أنا حسيت بالحق رأى عمر شي واحد ما عطى ليدلي عمر ما قديت شي واحد ولا أدني شي واحد تل هاد المجريمين هادا اللي تعدها لي دباشي شير بأيام دابا كاميرات كيني؟ كيني الكاميرات هم اللي حي تشروني على بره ديال الصونتر الباب ديال الصونتر وكني كيني الكاميرات ديال الفيلة هالصونتر فين كايل؟ في حير في شارع الناخيل في الناخيل زنقط الروس اه شارع الروس شارع الروس قانونياً وكني كنت أسمحي لي بمركز تجاري مرحي 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 كملي كن عشد بحقي حقي بوسعى المجري من هادو اللي كانوا يقل ومتخداش ليا حقي يعني خايفاً لأنهم يجيدوا تباداً حاس أنا باقي لحد أنا عيشة بتهديد هدوني مرحي 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 ما عرفش مين عرفوا العنوان ديالتار ولو تهدوني بولادي بالحي يقولوا لي دك الشي بتطبيق كل شي شي يقولوا لي يبالي ولادك ما غادش يبقاه ولك غاد يمشي وان حرقوه وما ندير وان فعلو كلمة بعد ما انهم كانوا هدوك في الأول وطبقوها خفتي لحزة دبي طابت الحال يمكنش يمقايشة فاتهديد وفاتهد واضح مشاهدي كانت شوفت في كيفما كنت لكم او كيفما تبعتوا معنا عبر البت المباشر انه مثل هاد الوقائع ومثل هاد الأحداث الشنيعة كنا كنا نعرفوهم جميعاً انهم كيوقعوا اما في غالباً ما كيوقعوا في الأحياء الشابية المجاورة المدينة الرباط لكن للأسف ان هذا الواقع عادي كتواجد في أرقاء حياء العاصمة وهو حي الرياض اللي تعرضت فيها الشابة الاعتداء خطير وشنيع اللي كتشوفها معنا على المباشر ويالآن كالطالب من الأمن أنه يحقق في هذه القضية وأنه تأخذ الحق دياله خصوصاً وأنه ما زال ما تعتقلو أربعة وعشرين عندها شهادة طبية فيها أربعة وعشرين يوم ودرت الشيكاية ولكن باقي الحل المحل باقي يمشوا باقي يجيوا حسب مقالة وطبعاً حسب ما وراتنا في الكاميرا هذا الفيديو اللي وراتنا التوقيت والساعة ديالالبنات اللي باقي الخدامين وكتقول كتمنى من الأمن أنه يدخل خصوصاً أنه سبب ديال تماطل هو ليخلى هاد الواقعات فقم وصلت لها الدرجة هادي هي الآن كتتهدد بالقتل هي أولي لاتها إلى هنا مشاهدي قناة شوف نبي نقولكم لكسي بلين وليكم مكاتب الخير